هجوم كان مصيره الفشل أو هكذا وصفته القوات المسلحات السودانية التي أعلنت ثلاثاء سيطرتها الكاملة على مقر سلاح المدرعات جنوبية الخرطوم بعد ثلاثة أيام من المعارك الضارية بالقرب من أسوار أهم المواقع الاستراتيجية بالنسبة للجيش ومن داخل غرفة العمليات احتفل جنود تابعون لسلاح المدرعات بالسيطرة على المقر ونشروا فيديوهاتين تواثقوا لحظة معتبره نصرا على قوات دعم السريع الناتق الرسمية باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله علي كان قد نفى في وقت سابق رواية الدعم السريع ومزاعم سيطرته على معسكر المدرعات حاولت المليشيا المتمردة مجددا الهجوم على سلاح المدرعات ومجمع التخير لليوم التالي على التواني وبحمد الله وبفضله وعونه دحرت قواتنا العدو الذي تلقى يقاما حاسما وتكبد خسائر ضخمة في الأفراءات والآليات والمعيدات والأسلحة وقبل ذلك أعلن المتحدث باسم الدعم السريع أن قوتهم بسطت السيطرة على أجزاء واسعة من المعسكر الذي يتربع على مساحة قدرها عشر كيلومتر مربع جنوب العاصمة الخرطوم لليوم السابع والعشرين بعد المئة يستمر الاقتتال بين الفريقين على عدة جبهات من البلاد أحياء القماير وأبروف والملازمين شرقي مدينة يوم درمان شهدت معارك عنيفة وإطلاق نار كثيف بأسلحة ثقيلة وخفيفة وفي مدينة نيالة بولاية جنوب درفور غرب البلاد خلفت المعارك مقتل ستين شخصا وإصابة مئتين وخمسين أخرين ونزوح حوالي خمسين ألف نال إثنين وفق مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بالسودان الذي أحصى منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر أفريل أكثر من ثلاثة ألاف قتل أغلبهم مدنيون وأكثر من أربعة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها بحسب تقديرات أمامية اشتركوا في القناة